طيب احنا كنا بنتكلم في ايه كنا بنتكلم في اه الحاجة اسمها الهيت ترانزفير اه انتقال الحرارة اه انتقال الحرارة بصفة عامة اس جنرال يعني هي بتنتقل بتلات حاجات يا اما بالكوندكشن يا اما اه يا اما طبعا كان عن تريق ايه او اللي هي اشعة الشمس اه باختصار الكوندكشن ده بيتم في في الاقسام الصلبة بس لان الكوندكشن بيتم في الليكود وفي الجازز اه الكوندكشن بالنسبة بالكوندكشن احنا الكوندكشن عندنا ممكن تكون المتالك المتالك اللي هي الفلزات يعني اللي هي بتستقبل الحرارة وبتكون موصل جيد للحرارة وعندنا ان الكوندكشن انتشار الحرارة فيها بيكون تدريجيا يعني لو جبنا قطعة حديد بالشكل ده وبدأنا نسخم فيها في الجزء اللي هنا هنبدأ نعرف ان الحرارة تبدأ تنتقل تدريجيا للجزء اللي جنبها سم الجزء اللي جنبها سمها كزا لغاية اما قطعة الحديد تكون ايه سخنة جدا فهو ده الكوندكشن فبيتم فيها ايه اه طبعا عندنا منها الجود ثيرمال كوندكتورز اللي هو زي الميتلز اه طبعا هنا الميتلز اه وذ هاير ثيرمال كوندكتيفتي دات قلوه هي تترانزفير ايه افشيانسي ان الحرارة بتنتقل فيها بكل سهولة في ايه في جميع الاتجاهات طب البات ثيرمال كوندكتورز طبعا هو المثال بتعني ايه الوود يعني لما بنجي نولع في في قطعة من الخشب فبيتحرق منها جزء بسيط اه دي حاجة اه الحاجة التانية او النوع التاني اللي هو الكونفكشن كارلت الكونفكشن كارلت ده ده بيكون فيين بيكون في 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 الليكويدز اللي هي الليكويدز والجازس بمعنى اصح عندنا بيكون اه لما بنجي نسخن اي جزء او اي اه طبعا اه اه او 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 حتى على في الهوى في في الهوى اللي احنا اه في الهوى او لما بنجي نسخن ماء دائما بيحصل ارتفاع لي الماء الساخن وهبوط للماء البارد الماء البارد بيكون اكبر كسافة يعني بيكون تقيل بينزل لتحت الماء الساخن او حتى الهوى الساخن بيكون خفيف بيطلع لفوق اه ده بيعمل ايه مع صعود طيارات مائية او او هوائية حتى وهبوط طيارات الباردة يعني صعود الطيارات السخنة وهبوط الطيارات الباردة بيبدأ يعمل لي دوامات في الماء دوامات في الماء اللي بنسميها الكونفكشن كرن وده بيفضل بيكون موجود فين بيكون موجود في الجازس وبيكون موجود في الليكوز لما اخدناها في في الغلاف المائي كنا قلنا ان هي بتعمل الووتر كرنس وبتعمل الاوشنز كرنس اللي هي طبعا ايه اللي كانت بتكون بتلف اللي كان موجود عند الاكواتور واللي كان موجود طبعا عند البولز اه بالنسبة للووتر كرنس بالنسبة للهوا عندي برضو بتعمل برضو ايه ان بتعمل عندي رياح باردة ورياح ساخن ده طبعا ده الكونفكشن كرنس اه طبعا في اه فايدة كده ان الكونفكشن كرنس ده كان فيه كان فيه مثال اه بيقول ان فيه فيه الطيور اه او اه اه فيه بعض الطيور طبعا لما بتيجي الطير في في السماء فيه طيور مش لازم تحرك الاجنحة بتاعتها عشان تفضل ايه سابتة في السماء ده فيه ايه طيور بتاعتمد اه ان هي تاخد الكونفكشن كرنس او الهات كونفكشن كرنس بتيجي من تحت الاجنحة طبعا بتقعد ايه ترفع الايه الطير لفوق فالطير اصلا ما بيبزلش موجود في الطيران بالتالي برضو ما بيبزلش طاقة لانه ما بيحركش الجناح بتاعه فبيبدأ يكون ايه سابت في السماء يعني بيقول لسم بيطلعيز رايزن ورم ايه كونفكشن كوحة ده عندي ليش لسه موضوع الكوحة ده عندي طيب بتفضل ايه بتافضل مانتينيغ ان الطيور بتحافظ على الورم ووتر كرنس تحتها فبيخلي ان الطير دايما فوق طاير يعني فبالتالي بيعمل ايه مش هيفقد طاقة وطبعا برضو مش هيحرك الاجناحة بتاعها ده كمثال بس للكونفكشن كارد النوع الاخير كان اللي هو الشمسي وده طبعا دراسنا كله او اخدنا منه كتير جدا فين في الغلاف المائي وهو عبارة عن انتقال الحرارة من الموجات الكهرومغناطسية اللي هي بتيجي من الشمس يعني طيب ودي اصلا فيها ميزة انها تنتشر طبعا فين في معظم الاتجاهات يعني الحرارة اللي هي الراديشن دي بتيجي في ايه في اغلب الاتجاهات بس ده هو ده دول الكلمتين اللي عليها مش اكتر يعني لو نقلنا للموضوع اللي بعديه بسم الله الرحمن الرحيم اه الضغط الجوي او اه الضغط الجوي فيه يعني شوية كلام اه احنا احنا لما قلنا قبل كده ان احنا عندنا كم نوع من الضغط قلنا عندنا حضرتك بتاعت الكوندكشن وكده انا حصل لي مشكلة ومسمعتش كايزة اه عادي جدا اللي هي الكوندكشن ولا الكوندكشن اللي هو اللي احنا بدنا بها لحصن اللي هي مسمعتش كايزة الكوندكشن الكوندكشن طيب ايه هي الكوندكشن توزيع الحرارة بيقول لو انا جبت قطعة حديد كبيرة بالشكل ده وبدأت اسخنها من اتجاه اتجاه واحد من هنا مثلا ايه اللي بيحصل اول حاجة الجزء ده بيسخن يعني بيبقى لونه احمر من ايه من الحرارة طب بعد فترة بعد فترة بتنتقل الحرارة للجزء اللي بعده تبدأ الحرارة تيجي هنا كمان طب بعد فترة تبدأ الحرارة تيجي هنا كمان وهكذا تبدأ تنتقل الحرارة في الجسم المعدني لغاية اخره لغاية نهايته لغاية لما يصبح الجسم المعدني ده كله سخن طب الدليل على كده ايه المعلقة لو اخدنا معلقة وروحنا سخرناها على النار او على البوتجاز واحنا مسكين المعلقة بادينا لسه ادينا مش مش يعني مش هيحصل حاجة هنلاقي ان راس المعلقة اللي هي على النار هي اللي بتبدأ تسخن طب بعد فترة لو فضلنا مسكين المعلقة بعد فترة هنبدأ ايدينا هي اللي هتتلسع لان الحرارة هتنتقل من طرف المعلقة الغاية ما توصل لدينا يبقى الكوندكشن ده يعني بيكون انتقال حرارة ما بين اكسام صلبة هي طبعا الكوندكشن ده في اكسام الصلبة بس او ما بين جسمين ويكونوا فيه تلامس مباشر هو ده انتقال الحرارة تمام تمام طيب فيه وال بالنسبة للكونفكشن والحاجات تاني دي. تمام سمعتم كويس يعني? الكونفكشن ماشي طبعا الرادياشن لك. اه الرادياشن يعني. هي اللي باسماتهاش كويس. هو الرادياشن دي اللي هي السولر انيرجي. السولر انيرجي. اه كل اللي بنقول عليه بس ان بيحصل انتقال الحرارة في اه في معظم الاتجاهات. في معظم الاتجاهات. عن طريق طبعا ايه? السولر انيرجي. مش اكتر يعني. يعني الاشاعة بتاعها بيكون في معظم الاتجاهات وبينتشر حتى في الفرارة. وفي الغازات. مش ما فيش اكتر من كده يعني. هو ده بالنسبة للرادياشن. هندخل على الاتموسفيريك بريجر. الضغط الجوي. اه طبعا اه بالنسبة ليه الضغط احنا كنت انا كنت قلت قبل كده ان احنا عندنا لو هنا ده السي ليفل لو ده السي ليفل. تمام? اه طبعا ده عندنا الاتموسفير يعني الغلاف الجوي وهنا عندنا السيز او او المهم البحار. لو احنا نازلين لدبس لقاع المياه. الضغط بيزيد. طب لو احنا طلعين لفوق. صعدين للسمى طلعين للسمى. ايه اللي بحصل للضغط الجوي? الضغط الجوي بيقل. بس معلولة كنا عارفينها. لو احنا نزلين في اعمار البحار والمهيطات. الضغط الجوي بيزيد. طب لو احنا طلعين لفوق السماء? الضغط الجوي بيقل. طيب اه طبعا برضو نفس القصة الاكسجين بيقل النيتروجين بيقل. طب ايه السبب? ايه السبب ان الضغط الجوي بيقل واحنا طالعين لفوق? السبب بيكون بسيط جدا. اه زي ما احنا اخدنا ان الغلاف الجوي كان عبارة عن كان عبارة عن طبقات. فهل نفترض ان انا مثلا عندي هنا جبل ادي جبل وهنا المنطقة التانية دي يعني دي المنطقة اوان ودي المنطقة اوان فيها جبل المنطقة او ما فيهاش جبل. وعندنا شخصين. شخص واقف على الارض عادي جدا وشخص واقف على الجبل اهو. وهل سمخط مثلا باللون اه باي لون تاني مسلا بلون ازرق مسلا كده. واقول ان ده نهاية الغلاف الجوي يعني خط الازرق ده نهاية الغلاف الجوي. فعندنا ايه? عندنا طبعا حاجة اسمه الهواء عمود هواء. يعني الشخص اللي واقف على الارض ده شايل عمود هواء اهو. اللي هو ده كله. احنا على فكرة هو ده احنا بالزبط احنا كلنا على سطح الارض شايلين كل عمود الهواء ده على كثفنا. اللي هو قمته كم? واحد ضغط جوا هو ده قيمته على فكرة يعني لو الهوى مش تقيل اصلا فكل البشر اللي عايشين على مستوى سطح البحر او السيليفل بيبوشيلين على كتفهم آآ عمود هوا وزنه او مش وزنه يعني قيمته في الاخر واحد ضغط جوا ده اللي هو الكائنات اصلا المعظم الكائنات الحية او بتعيش فيه طب الشخص اللي على الجبل هل هيشيل نفس الالتفاع من عمود الهوى ولا عمود الهوى بيقل لا عمود الهوى هيقل اهو لان لو عمود الهوى ده قلنا ان هو مثلا حوالي عشرة كيلومتر مثلا يعني او 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 ميت كيلومتر هنلاقي ان العمود ده مثلا حوالي مثلا كم خمسين كيلومتر يبقى سمك عمود الهوى قل يبقى ايه اللي هيحصل يبقى الضغط الجوا بيقل يبقى الضغط الجوا بيقل عشان سمك عمود الهوى بقل. ده امتى? كلما صارضنا الى اعلى. ده اول حاجة يعني. ده اول معلومة بنعرفها على موضوع الضغط. اه طيب. يبقى الضغط الجوي اه معروف ان هو بتغير من من مكان لمكان. طيب الكائنات الحية اه بتبدأ تعمل ازاي? بتبدأ تتكيف ازاي? يعني في عندنا مثلا فيه كائنات حية بتعيش في مناطق الضغط الجوي فيها مخافض جدا. او الضغط الجوي مرتفع جدا. احنا اخدنا بتاعة المرتفع جدا اللي هي كانت موجودة فين? في الاكواتيك انفيرومنت اللي هي كانت موجودة في الماء. اخدنا الامثلة بتاعتها. السمك كان بيعمل ايه? طيب بالنسبة للضغط المخافض مثلا. طبعا بيقول لي ان هو ممكن يحصل ليهم ان مثلا ايه? ان الضغط الجوي لما بينخفض فيه احتمال كبير جدا ان الشعيرات الدموية يحصل لها ايه? يحصل لها انها انفجار. بيقول لي some adaptation from the organisms. اهو. living in areas such as increasing اه the number of a red blood cell. بحيث انه بتزيد اصلا الخلايا الدم الحمراء. اه. اه. mountain climbers اللي هم المتسلقين بتوع الجبال ممكن يسفر فروم ايه? المتسلقين بتوع الجبال ممكن يسفر فروم ايه? المتسلقين بتوع الجبال. معظم يعني او في بعض متسلقين الجبال. وهو طالع الجبل ممكن يلاقي نزيف. نزيف كده نازل من من الانف. دم نازل من الانف. طب ده بيكون ايه? ان الشعيرات الدموية اللي هي دي الدقيقة دي حصل لها انفجار. من ايه? من قلة الضغط. يعني الضغط لما بيقل ممكن يؤدي الى انفجار اللي ايه? الشعيرات الدموية. النقطة اللي بعدها. ضغط الجوي والطقس. احنا عندنا طبعا اهم حاجة طبعا اه بيحصل على فكرة الظروف الجوية اللي بتحصل دلوقتي سواء الامطار والرياح. كلها اصلا بتيجي نتيجة الضغط. فاحنا عندنا ايه? الاختلاف في الضغط هو اصلا هو السبب اللي بيخلي فيه الرياح. يعني انا اول حاجة نتكلم فيها اللي هي الويند. يبقى الديفرنس في الاتموسفير بريجر هو الريزن للويند بلو. طب الرياح بتتحرك منين? من المناطق اللي بتكون هاي بريجر تمام? آآ لغاية المناطق اللي بتكون فيها ايه? يبقى دي اتجاه حركة الرياح. او من المناطق اللي هي بيكون فيها الضغط الجوي منخفض لمناطق الضغط الضغط الجوي المنتفع. آآ لان احنا قلنا ان الهوى السخن. قلنا ان الهوى السخن هيعمل ايه? الهوى السخن هيطلع لفوق. هيجي مكانه الهوى البالد. بيجي مكانه الهوى البالد. فبيعمل ايه? فبتحصل ان فيه ما بينهم مناطق ايه? لاختلاف الضغط. بيكون فيه الضغط مختلف. طيب ده يؤدي الايه بقى? بيقول لي. طبعا والرياح اصلا هي بتبدأ تأثر معي على الايه? على الرطوبة والجفاف اللي موجودين في الغلاف الجوي. طيب انواع رياح ايه? تمام? اللي هي الرياح اللي بتكون رياح عكسية. وطبعا دي بتكون طب ما يعني انتم مش مطلوب منكم اصلا تعرفوا عند كام ولا الكلام ده قد. وبعد كده عندنا اللي هي الرياح التجارية. وعندنا اللي هي اللي بتكون موجودة في القطبين اللي هو سواء او طبعا اه احنا عند الاكواتور. اه بتبدأ من والوستراليز والبولر وين. والكلام ده بيتكرر اصلا كمان في الساوت يعني في الجنوب. اللي بيحصل في الشمال هو نفسه اللي بيحصل في الجنوب. اه بعد كده نتكلم على اللي هي الرطوبة. اه الرطوبة بتعتمد على يا جماعة. الرطوبة عندنا بتعتمد على الجهاز طبعا اللي بيقص الرطوبة هو الايه? الهايجروميتر. اسمه الهايجرو. اللي هو ده اسمه الهايجروميتر. ده ايه? ده الجهاز اللي بيقيص الرطوبة. اه فقلنا ان اول حاجة الاتموسفرق بريجر وبيعتمد على التمبريتشر. مور تمبريتشر مور هيموديتي. يعني بيحصل كل لما بتزيد درجة الحرارة كل لما بتزيد ايه? الهيوموديتي. وده كان المسال. طيب هو اصلا احنا لايه? بندرس او تأثيرها ايه? ما هو دلوقتي فهي بناخده يعني تأثير الرطوبة في الجو. اول حاجة بتأصل في الجو. طب زيادة في الجو ممكن تعمل ايه? ممكن تعمل كلاوتس. وبعد ما يحصل كلاوتس تنزل الامطار. باول حاجة اه ممكن يحصل ايه? اللي هو الغيوم ويحصل نزول او هطول الامطار. طب الكلام ده بيكون فين? في المناطق اللي هي الاستوائية. طب بالنسبة للحيوانات او الانمانز ممكن يحصل لها ايه? اه بيحصل حاجة اسمها او اللي هو معدل البخر بتاع جسمها اللي هو العرق يعني يا جماعة بيقل 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 اللي هو اصلا بيقلل من كفاءة خفض الجسم لدرجة الحرارة. يعني بيعمل زي اه هبوط كده للحيوانات. طيب بالنسبة للنباتات ممكن تعمل ايه? بيقول اللي هو معدل النطح في النبات ان النبات يبدأ يطلع اللي هي اه قطرات القطرات الصغيرة اللي بتطلع على الورق ده بتبدأ تقل. بيقول وده بيقل المستوى اه حمل الماء والاملع. آآ 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 آ� بتعيش على سطح المية كانت بتعمل ايه وبتتميز بايه? واخدنا الاسماك اللي بتعيش في قاعة المحيط برضو كانت بتتميز آآ بايه? آآ فنفس الفكرة عندنا هنا هناخد في الغلاف الجوي ايه اللي بيحصل بالنسبة للكائنات الحية? هنبدأ في الاول في في آآ لما بيكون درجات الحرارة مخفضة. آآ هناخد على حاجة اسمها اول المثال عندنا في ضفضع كده بنسميه الضفضع الخشبي. آآ اول حاجة بتاعته فين? المعيشة بتاعته بتكون فين? هو اولا آآ ده بيعيش في يعني بيعيش في المناطق الشمالية البلدة جدا. زي وكندا. يعني بيعيش في شمال الكرة الارضية وفي المناطق اللي بتكون ساعة البلدة جدا يعني. آآ طيب آآ ده بقى ايه? بيقدر يعمل ازاي? اول حاجة لما بتعرفوك لما في آآ اول حاجة اللي بيحصل في الشتاء او في البلد بيحصل يعني درجة الحرارة بتقل او في التمبراتر. فهو بقى يعمل في نفسه ايه? الضفضع ده في ميزة بيجمد الجسم بتاعه. بيخلي جسمه كأنه تلك قطعة تلك بيتجمد جزئيا يعني. وبيدخل طبعا في حالة حاجة اسمها الهايبر نيشن اللي هو السبات اللي النوم. يبتيني نايم طول الشتاء بس متجمد. طيب هل ده معناه ان هو ممكن يموت? ده كمان بيوقف القلب وبيوقف التنفس. يعني الضفضع ده بيوقف قلبه وبيوقف عملية التنفس. بس الفكرة بقى في اللي بيحصل قبل ما تضفضع ده يعمل الحالة دي. هو بيعمل ايه? كان بينتج كميات كبيرة من الجلوكوز. يعني بيعمل ايه? آآ الجلوكوز آآ في طبعا بينتج كميات كبيرة في الجلوكوز وخاصة في القلب والكبد والدماغ قبل ما يتجمد على طول. طيب الجلوكوز ده دوره ايه? هو اصلا بيكون آآ مضاد للتجمد. يعني بيمنع ان بلورات التلج تتكون في الدم. فبالتالي بيبدأ يحصل له ايه? آآ يقدر يجمد نفسه. فبيقول لي when the temperature decrease in winter the wood frog body partially freezes and enters in deep hibernation. hibernation يا جماعة معناها السبات اللي هو طبعا عارفين في حالة كان اسمها الخمول الصيفي تقريبا اللي هو اللي هو اللزن السمر والبيت الشيطوي اللي هو الhybernation. الhybernation activation. ايوه صح. فبيعمل but doesn't die. يعني هو ما بيموت. از اول حاجة بيحصل له. الهارت stop beating and it stop breathing. بعد كده it produce large amount of glucose in its vital organs. خاصة الهارت will liver will brain before freezing. which act as an anti-freeze. preventing the formation of ice crystal in the cells of anti-protecting them from damage. بيبه هو فكرته كلها انه هو بينتج بيعمل produce من الجلوكوز. اللي هو بيشتغل اصلا كanti-freezing. فبيمنع الاعضاء من التجمد. ولكن هو ما بيتنفسش ولا القلب بتاعه بينبض طول فترة الشتر. ايه يا مصر احنا ظهر عندنا الهيوميدياتي? والله هو فيه اه فيه حاجة. اصلا حضرتك ايش رحمان والسلامة دياتي اوش. اه 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 انا مقلب عندي فيه حاجة ثب صواني كده. ا steals ايش فاكم هارم? so wakiness ايش 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 المثال التاني اللي هنتكلم فيه اللي هو طبعا ايه سمك الجليد وبالضو نفس القصة لازم نعرف الهابتات بتاعته والادابتاشن الهابتات بتاعته اللي هي اللي بيعيش فيها فطبيعي من اسمه اصلا هو بيعيش فين بيعيش بقى ده بيعيش في الجنوب في الساوس بول طبعا درجات الحرارة بتكون اصلا ماينس بتكون اقل من الصف وطبعا الجو ده يعتبر اصلا قاتل لمعظم الكائنات الحية طيب ده بيعمل ايه بقى ده بيطلع اه بروتينات كده خاصة في دمه يعني في الدم بتاعه بيطلع البروتينات برضو نفس القصة بتعمل يبقى اه سمكة الجليد دي او الايس ريش دي بتطلع بروتينات في الدم عشان تعمل الانتي فريزن عشان تمنع تكون برضو البلولات بتاعت التلك اه في الدم اه بعد كده هو طبعا بيمتص بقى الاكسجين بشكل مباشر طبعا من من المية والدم بتاعها ولازم نعرف ان الدم بتاعها ما بيكونش فيه هموجلوبين طبعا الهموجلوبين دي اللي هي بيبيين الصبع دي المسؤولة عن نقل الاكسجين في الدم يعني وهو طبعا احد الانواع اللي ايه النادر يبقى الهابتات في الفروزن ووتر ان انتركاتيكا الادابتاشن ميزد طبعا حد بس هيبعاتلي لينك بعد ما خلص عشان اكمل لانه كان بيقولي فاضل عشان دا ايه فاول حاجة الادابتاشن ميزد الادابتاشن ميزد يعني هو اهم حاجة انا عنده بريتين الانتي فريز بريتين نفس القصة انه بيعمل بريتين للايس كريستل ان دا فيش بلد اه برضو اتابزورب اكسجين ديريكتلي فرم اكسجين ريتش ووتر ان دا اكسجين كولد انتركاتيكا هو ده بي على اساس بس بنعرف بيجيب الاكسجين منين بس هو لازم نعرف انه هو ما بيكونش في الهيموجلوبين اللي هو البيجمين that responsible for transporting اكسجين هو مفغوش هيموجلوبين ناخد ادابتاشن تاني بس فين في high temperature اللي هو او بمعرة صحة دي بنقول عليها بالعربي اصلا السحلية الشوكية دي بتعيش فين في الصحراء في استراليا دي بقى بتتكيف ازاي لن طبعا الصحراء بتبقى قاسية جدا ومفيش موجود فى مية ودرجات الحرارة بتبقى مرتفعة جدا فدي بيبقى فيها في small channels كده على آآ الجلد بتاعها بيبقى في قنوات صغيرة كده على الجلد بتاعها طيب القنوات دي دورها ايه او اساسها ايه بتقعد تجمع الرطوبة طبعا اللي هي خاصة في الصباح الباكر يعني آآ بيكون الجو فيه شوية رطوبة وبرضو فيه رطوبة في الجو او موجودة في الرمض طبعا بتقعد تجمع في الرطوبة دي كلها وبعدين توجه المية فين لفمها يعني انها تشرب يعني يعني هي بتحصل على المية بان هي في قنوات في جسمها كده بتقعد تجمع المية او اللي موجودة فين في الجو او في الرمض في اي مشكلة في الكلام اللي تقال ده تمام هو معظم بقى العلوم المتكامل اللي جاية كلها كده يعني ما عادش القوانين ولا المسائل ولا الحاجات التانية دي خالص طيب الكميكا الرياكشن ان ذا اتموسفير في الكميكا الرياكشن في الاتموسفير يعني هنبدأ نعرف فيه شوية حاجات كده اللي هو ايه هو الحاجات اللي بتأثر كيميائيا او كيميكالي في الاتموسفير منها طبعا اول حاجة لغاز الاوزون اهم نقطة اصلا لغاز الاوزون ان هو بيعمل اللي بتيجي على الارض طبعا فيه فيه الى اللي هو اللي بتيجي على الارض فيه منها اشعة بتبقى مدرة خاصة اللي هي هو طبعا الاوزن هو اللي بيحمينا منها يعني بعد كده هنشوف النيجاتيف امباكت اف اوزون ان تروبوسفير والاستراتيج اوز اير بوليوشن والاير بوليوشن دي الموضوع اللي هنتكلم فيه هنتكلم في الاول في الاوزن يعني الاوزن جاز مبدأيا كده هو بيتكون من اين او هو مكانه فين هو اولا الهيست برسنتج اف اوزن جاز اللي هو الاوزن لير موجودة فين في الاستراتو سفير اه والاور برسنتج موجودة في التروبوسفير يعني بس هو موجود في الاتنين مصفة عامة يعني طيب الامبورتانس بتاعته ايه هو اكت از الشيلد دات بروتكت الاس فروم الالترا فيوليت راديشن ده اهم نقطة فيه لان هي اصلا الالترا فيوليت راديشن دي على فكرة بتكون اه اه ضرورة جدا بتهدد حياة الكائنات الحية طيب التركيب بتاعه هو بتكون من 3 اكسجين اتم يعني بتكون من 3 ضرورة اكسجين الفروميشن بتاعه بصوا كده عشان تعرفوا الفروميشن بتاعه اول حاجة اه معروف ان عندنا الاكسجين ميليكيون يعني جزء الاكسجين الواحد ممكن يمتص الالترا فيوليت راديشن خاصة اللي هي بيكون الوافلينت بتاعها ليس دان اه 240 ميليميتر يبقى عندنا الاكسجين ميليكيون يعني لما بيحصل النزارة الاكسجين تمتص تمتص الاشعة القصيرة او الالترا فيوليت راديشن وخاصة اللي الوافلينت بتاعها بيكون اهل من 240 ميليميتر ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ الكوفلينت بوند بتكسر بيحصل لها بريكداون يبقى ده بيؤدي الى البريكداون الكوفلينت بوند ان اكسجين ميليكيون يعني هيديني بعد كده او اكسجين تاني واحنا كنا خدنا الكوفلينت بوند اللي موجودة في الاكسجين بس عشان تكون المية وكنا خدنا برضو ان الكوفلينت بوند دي قوية جدا طبعا بعد كده هيعمل ايه؟ هيديني اللي هو اندفيديو الاكسجين اللي هو يبقى عندنا ان ال او تو دي مع الالترا فيوليت هيديني اه 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 او اكسجين بالشكل ده طيب بعد كده ايه اللي بيحصل تاني؟ كل زر او كل واحدة اكسجين بتروح تعمل اتحاد مع جزء اكسجين نحظوا ان فيه زرعة وفيه جزء الجزء اللي هو ال او تو اما الزرعة اللي هي تبعا ال او فيحصل ان بيقول او يعني بعد كده اه دي الاكسجين يديني او او بعد كده يحصل اتحاد اهو فطبعا هنا او تو زائد الاول اولانية اللي هيتجمع عليها فهيديني الاو سري الاو سري ده اللي هو طبعا ايه؟ غاز الاوزون دي طريق التكوين اهم حاجة بس لازم تعرفوا ان ان هو بييجي بيتكسر او الكوفيلنت بوند بتتكسر عن طريق الالترا فيوليت وخاصة اللي بتكون اقل من مئتين واربعين اه نانو متر طيب الالترا فيوليت دي اصلا هي عبارة عن اه الاكترو ماجنيتك اه ويف انفيزبل الاكترو ماجنيتك ويف بيكون لها موجات على فكرة موجية يعني دي بس طبعا دي ايه؟ ده كمعلومات يعني اللي هو في حاجة اسمها الالترا فيوليت بتكون من تلتمائة وخمستاشر لربو مية في الميديوم الالترا فيوليت من مئتين وثمانية تلتمائة وخمستاشر اللي هي من مية ل مئتين وتمانين دي كمعلومات يعني بعد كده يعني التأسيل السلبي طبعا الاوزن اه اللي موجود في ده اصلا ليه تأسيل سلبي على فكرة وغاز الاوزن ده غاز سمي جدا ومش مطلوب على سطح الارض هو مطلوب فيه في طبقات الغلاف الجو فوق ولكن ما بيباش مطلوب ايه؟ اه على سطح الارض اه بيعمل ايه بقى؟ اول حاجة بيعمل لي الفروج بيقول لي اه سوري الفروج بيقول لي اه طبعا اللي هو احنا بتكلم على الضباب بيقول لي الويرس مج اسفاون اه اه اوزن جاز اوزن 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 كده كده ساعة بيحصل ان الغاز اول امباكت او اه اول امباكت اللي هو اللي هو طبعا الضباب الدخاني طيب اه تاني حاجة بيعمل على فكرة هو اصلا ضرور جدا للانسان لانه هو بيعمل